بس الجيل كله طالع بلعب فيديو جيمز دكتورة يعني اقدر ازاي اميز الطفل المريض بها شاشة من وسط اقرانه يس انا قلت ست اسباب يعني انت ممكن لما تلاقي مثلا عنده طفل منقاط ضعيف الشخصية يقولك مثلا صاحبي قال لي صاحبي انه هنعمل كذا تلاقيه شخص ضعيف دايما بيطلق عليه ايه دان اسم ابني طيب قوي دان ابني مغلوب على امره دايما تلاقي مثلا فيه امات تقولك ايه دان ابني مغلوب على امره مش هي اطفال اقوى من اطفال يعني ممكن يبقى هو حظه ان هو في جروب من صحابه هو بقيت صحابه عندهم ثقة في نفسهم عالية شخصيتهم اقوى فهو يا حبيبي شوية مش بيستاند اوت وسطيهم يعني او مش هو خلينا منتفقين على حاجة ان كلنا بكمية واحدة يعني كل الاطفال وكل الكبار عندهم نفس التولز او الالات او السكيلز اللي موجودة عند كل الناس ولكن الكيفية بتاعتها يعني ايه اللي بيخلي طفل اكتر هو القائد ليه بيخلي طفل مثلا هو اللي شخصيته قوية هنعرف بقى من الاسباب انه التربية عليها عامل كبير اللي بتخلي شخص شخصيته قوية او شخص شخصيته ضعيفة طب ايه اللي بيسببها شاشة الاسباب بقى بصي هما ثلاث حاجات اول حاجة الافتقار او عدم اشباع الاحتياجات الرئيسية كل انسان فينا عنده بناء نفسي البناء النفسي ده عبارة عن اول حاجة كده بسم الله الرحمه الاحتياجات النفسية هم الحب الاحتياج للحب الاحتياج للاحساس بالامان الاهتمام التقدير القبول دي احتياجات اساسية رئيسية اذا انا ما اشبعتهاش عند ابني بيحصل عنده فراغ عاطفي او فقر عاطفي فدي اول حاجة الاحتياجات العاطفية طيب تاني حاجة التربية التربية يعني انا اختصرها في حاجتين يعني حاجتين هي اما قصوة زيدة وصرامة وحازمة في تنفيذ الاوامر او دلع ومرونة شديدة جدا ولين ولطف شديد زائد عن الحد ده غلط الدلع ممكن يخلي طفل متعلق بناس تانية غير اهله لا خلينا نتفع على حاجة ان كل مظهر بيخاطب السبب يعني مثلا القصوة ممكن يخلي الطفل يتعلق بحد غير اهل الدلع يعمل شخصية اعتمادية اتكالية عدم تحمل مسئولية ما اقدرش يواجه الامور ما هو احنا اتفقنا ان الهشاشة النفسية هو عدم القدرة على التكيف عدم القدرة على مواجهة الامور فالتربية الضعيفة او الدلع او مش عايز ابني يحس بالقلم اللي انا حاسب به لا ده القلم هو اللي بيعمل المرونة النفسية الصلابة النفسية من القلم بتحصل الصلابة النفسية فلذلك التربية احنا قلنا ده رقم اتنين طيب رقم ثلاثة الاطفال اللي بتتعرض في السن يعني احنا عندنا اهم بناء نفسي للطفل بيكون في سبع سنين الاولى وده ردنا على حداتك لما بتقولي اي مرحلة عمرية بنخاطب بنلاقي فيها الموضوع ده بيظهر اهم حاجة البناء النفسي في السبع سنين الاوليين طيب الطفل اتعرض لصدمة لفقد احد الوالدين او لصدمة انفصال الوالدين او لحادث شخصي تمام؟ الاهل بيروحوا لايه؟ اه لا يعني لو حادثة شخصية او حاجة نعالجه علاج جثماني الاهم منه العلاج النفسي ده بيقصر على الطفل حتى لما يبدأ يكبر يحس ان هو مش كامل احس نوعا فيه عيب حسنه اقل من الاخرين برغم ان يكونوا تعملوا كل الاجراءات اللي تخليه سوي فبرده ده بيخلينا ان احنا نخلي بالنا قوي انه لما الطفل بيتعرض لأي صدمة بيبقى محتاج تأهيل بعدها او شاهد حادث او شاهد او شاهد موقف مفزع بالنسباله محتاج يعمل تأهيل نفسي تأهيل تأهيل اعادة ريهابيتيشن اعادة تأهيل الطفل